أنا موجود داخل مغارة في حقل الرعاة في منطقة بيت صحور اللي هي قريبة على بيت لحم مكان ميلاد الرب يسوع المسيح في هذه المنطقة اللي بسموها السير الغنم كان فيها أغنام كثيرة ورعاة كثيرة اللي الرب شرفهم بزيارة خاصة حتى حيث جاءت الملائكة لتبشرهم عن ولادة يسوع المسيح في بيت لحم مما يسبب ويقود إلى فرح عظيم لهذه البشارة أو الأخبار الصارة عن ولادة المخلص يسوع المسيح هذه المغارة والمنطقة على فكرة فيها مغاير كثيرة طبعا الحفريات في كل مكان حتى في الخارج اكتشفوا مغاير كثيرة يعني بتدل على المنطقة أنها قريبة من حقل الرعاة وأنه بالفعل أن هذه المنطقة ممكن تكون للرعاة لأنه عادة بيكونوا في الخلة بالطبيعة وإذا كان فيه برد أو طقس ماطر بيجيبوا الأغنام إلى حضيرة وأحيانا بدخلوا الأغنام داخل المغارة ممكن شايفين سواد على المغارة بسبب الدخان أو عندما بيشعلوا النار بتسبب هذا لون السواد بس الشيء الحلو اللي بتذكر الصدى الصدى الصوت عندما تسمع من هذا المكان المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة